أولاً أنا أكثر تهم فيها أني كانت محارضة ومشاركة في التشرين وعجب أن نعتف تشرين ما يوجد لهم أي محارض تشرين هي انعكاس لحركة اجتماعية طبيعية نتيجة ما حسوا الناس من أن النظام السياسي أصبح غير قادر على تمثيلهم نعم جاهز المرحبات كانت دور مهم في تشخيص أن هناك احتمالية انفجار وضع أو احتمالية حصول مطاهرات كبرى في عموم عراق وبلغنا فيه في تقارير موجودة وشخصنا الأسباب أما فيما خص القمع بكل تكيجاز أولاً ما عندنا جهاز تنفيذي لكي يقوم بدور في المظاهرات باستثناء جمع المعلومات والتحرير وتقديمها وتقديم النصائح للتعاون لكي يعالج هذا الحراك الشعبي النقطة الثانية نحن ساعدنا كثير من التظاهرين حمايتهم وكذلك ساعدت كثير من الضحايا في المظاهرات التي يصابوا بجروح متوسطة أو كبيرة ساعدناهم وكان عندنا موقف واضح كانت تجي توصيات من الأجهزة أو من اللجانة الأمنية كنا دائماً نلتزم بمعايير الدستورية لحماية المتظاهرين وفق الدستور العراقي الجهاز لن يتورط نعم طلب من عندنا يكون لنا دور ولكن هنا جوابنا دورنا دور اشتشاري وحسب الدستور وحسب القرار دورنا أن نقدم المعلومة والتحليل لصانع القرار وفي نفس وقت أخذنا قرار أن دورنا وفق الدستور خالد دور ما نقوم بأي دور أكثر من هذا نعم أنا سوف أقدم لكم مثيقة تؤكد هذا أنه هناك أني توجيه أنا شخصياً كتبته أنه توجيه لجهاز المخابرات أن يكون دورنا فقط جمع المعلومات والتحليل وحماية المتظاهرين وفق الدستور